التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعلن المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات تجهيز اللجاني وكافة اللوجستيات بحسب الضوابط بما يتيح للمواطن الإدلاء بصوته بسهولة ويسر في الانتخابات الرئاسية المقبلة وخلال مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة المستجدات والاستعدادات للانتخابات قال المستشار بن داري إنه تم توجيه الدعوات لكل السفارات المعتمدة لمتابعة العملية الانتخابية كما تم قيد العديد من المنظمات الدولية والمحلية فضلا عن وسائل الإعلام لمتابعة الانتخابات خلال زيارته لواشنطن التقى وزير الخارجية سامح شكري بالنائب الجمهوري مايكل مكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي للتشاور حول مجمل القضايا والأزمات الدولية والإقليمية خاصة الوضع في غزة في الوقت نفسه تلقى شكر اتصالا هاتفيا من أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة وذلك للتشاور وتنسيق الجهود للحد من الأزمة في غزة واحتواء تداعياتها كما تناول الاتصال التحركات المصرية مع الأطراف الدولية والمجموعتين العربية والإسلامية بالأمم المتحدة على مسار الدفع نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة قالت الأمم المتحدة أن عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين تكدسوا جنوب قطاع غزة هربا من القصف الإسرائيلي مع اشتداد المعارك بخان يونس ويصل المدنيون إلى المنطقة بعد أوامر إخلاء أصدرها جيش الاحتلال شملت مناطق داخل وحول مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة أعلنت حماس خوض اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية على محاور التواغل في غزة وأوضحت حماس أنه تم تدمير 23 آلية عسكرية كليا في خان يونس وبيت لهيا مشيرة إلى أنه تم نصف منزلين تحصنت بهم قوات الاحتلال مما أسفر عن قتلى ومصابين من جانبه قال الجيش الإسرائيلي أن الاشتباكات مع قطاع غزة أسفرت عن مقتل ضابط وجندي يأتي هذا في الوقت الذي استشد فيه 17 فلسطينيا على الأقل وأصيب عشرات الآخرون في قصف طيران الاحتلال لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طول كرب وحاصرت مخيم المدينة وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين إثر مداهمات لعدد من المنازل في مخيم نور شمس بطول كرب أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعترض على أي منطقة عازلة مقترحة إذا كانت داخل قطاع غزة وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن أي منطقة عازلة يخالف موقف واشنطن المتمثل في أن أي مساحة للقطاع الفلسطيني يجب أن لا تتقلص بعد الصراع الحالي وأضف ميلر أنه يجب أن يكون ثمة فترة انتقالية بعد نهاية العمليات القتالية الرئيسية لتجنب فراغ أمني وأن يكون ذلك مؤقتا أعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي إلي كوهين أن ولاية الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش تمثل تهديدا للسلام العالمي وقال كوهين إن مطالب طول أمين العام بتفعيل المادة التسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة والدعوة لوقف لإطلاق النار في غزة يشكلان دعما لحركة حماس أشهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اجتماع مع الرئيس الروسي بلاديمير بوتين بالتنسيق المشترك الذي يساعد في إزالة التوتر في الشرق الأوسط وقال ولي العهد السعودي أن التنسيق والعمل السياسي بين البلدين أسهم في تعزيز الأمن والتنسيق المستقبلي في الجانب السياسي والأمني أيضا الذي سيعزز أمن الشرق الأوسط أعلنت هيئة قناة السويس أن قاطرات الإنقاذ البحري للهيئة نجحت في التعامل مع طوارئ الملاحة والعطل الفني الذي تعرضت له دفت سفينة الحاويات وان أورفيوس خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا وأكدت الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر نتيجة الموقف الطارئ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب